للمؤتربين والناس اللي ما شافتش المباريات وللمتابعين واللي بيحبوا الدور المصري وشافوا الاسبوع الرابع النهاردة انطلق الاسبوع الرابع باربع مباريات وقيمت اليوم الخميس 18-11-2021 اتفضل وناخد مباراة مباراة وستث فاروق والناس تختار من كل مباراة احلى حاجة شافتها في المبارادية تمام تمام النهاردة كانت طبعا بداية الاسبوع الرابع في الدولي بدأت ساعة ثلاثة العصر كانت مباراة فارقو ومصر المقصة المباراة اللي كانت النهاردة في ستات برج العرب المباراة كانت جميلة جدا ممتعة جدا جدا بين الفريقين طبعا فارقو بيقودوا للكابتن مجدى عبد العاطي ومصر المقصة الكابتن تامر مصطفى النهاردة كانت تشكيل الفريقين اللي فارقو محمد صبح عبدالله بكري ورامي صبري وإحمد مودي وإحمد الصغيري محمود عماد وليد فرج عزمي غومة رزقي حمرون عمر جمال وعلاق سلامة مصر المقصة كان محمد مدجي شام شعبان أحمد عبد المنعم، أحمد صبيحة، علي فتحي، علي المصري، محمد محسن، حسام عبد الواحد، إريك سيرجي، أتولى جوزيف، وكريم حلاوة حكام النهاردة وصل عبد النصر كان حكم الساحة هشام الفلال حكم مساعد رمضان الهندوي ومنضوح مصطفى حكم رابع صبر إبراهيم حكم فيديو محمد سلامة وحكم مساعد فيديو أوظار عاطف حسين المباراة النهاردة بدأت بضغط كبير جدا من فاركو فاركو نازل، فاركو كان مصمم على أنه يبدأ اللقاء غير اللقاءات التلاتة العينة طبعا كان مهزوم تلات لقاءات استطاع فعلا فاركو في أول أربع دقايق وأول خمس دقايق يحرز هدف جميل جدا من حقنية عمر جمال قابلها برأسه جميلة جدا في العرضة بترتد من العرضة لوليد صارت بيلعبها بالإدماغ وجوب من جوة 18 تاني عرضية داخل السلطة يرضى بيقابلها عبدالله بكر المدافع في الشباك الخالية يسجل الهدف الأول والمبكر لفاركو بعدها مصر المقصة حاول يضغط عشان يدرك التعادل وفي دياء واحد تلاتين حصل اعتراض من لعبة مصر المقصة على راكلة جزاء بدأ على لمسة اليد للرامي صبري والتمنتاشر ولكن الحاكم ما رجعش للبار وفعلا عادة بيينت إن الكرة في صدر الرامي صبري مش في إيده الحاكم طبعا في دياء واحدة وربعين والمباراة قلبت الحاكم رجع في فاول في وسط الملعب لعيب فاركو ضرب لعيب مصر المقصة بالكوع الحاكم حسبها فاول عادي حاكم الفارس فدعاه شاف اللقطة فعلا اللقطة كان تستحق طرد واللاعب محمود عماد لعب فاركو ينال الكرة الأحمر في الدقيقة اثنين واردعين انتهت الشروط الأول بهدف فاركو واحد سفر وطرد من الترد اللاعب محمود عماد مع بداية الشروط الثاني فاركو بدأ يرجع ويلعب على الهجمات المرتدة وكان مقفل دفاعاته بشكل رائع جدا وبأداء متجانس جدا ويمكن كان نجم الشروط الثاني عمر جمال وانا بختاره هو نجم المباراة لان عمر جمال لان نجم عمر جمال عمل شروط رائع جدا في الدياء خمسة وخمسين جاب هدف لتحسب تسلل محمد صبح يعني عابد لكورة لو كان الهدف لا تسجل كان يبقى من أحلى الأهداف لكن الهدف كان تسلل عمر جمال صمم وحاول محاول حد ما في الدياء ثمانين فعلا ومن هجمه مرتدة جميلة جدا استقبل عرضية جوه الثانتاشر من تلغي العزم الغم لعب فاركو لعبها له لعبها بيمينه روعة على شمال حارس مصر المقصة ليحز الهدف الثاني وهدف هو أنهى المباراة تقريبا لأنه كان في آخر عشر دقايق ولكن هنا طبعا أنا عايز أحيي كابتن مجدى عبدالعاطي اللي قدر يصمد تقريبا خمسة أو خمسين أو ستين دقيقة في المباراة بعشر لعبين وهو واحد صفر لا وثمان بيعزز بهدف ثاني وعمل شغل وأداء رائع جدا ومباراة يستحقه فعلا الثلاث نقاط عليها كابتن مجدى عبدالعاطي بعد المباراة قال احنا اتهدنا في الثلاث مباراة اللي فاتوا بلكن ما فيش حظ احنا النهاردة اتعلمنا من الماتشات اللي فاتت كان في تزبزب حالة الطرق هي اللي أثرت علينا ولكن اللي أنا بقى هدي للفوز ده للعيبة وعلى الصبر وبعتبر ده عبدالناصر لنتثبيت لمجدى عبدالعاطي في مكانه كمدير فني قبل ما تسيب انت المطش ده وروح للمطش اللي بعده عايز اوجه تحية لإدارة نادي فرقه وللأخ المحترم صديق عزي يشار على الصبر على الجهاز الفني كل الناس قالت ان مجدى عبدالعاطي عيمش بعد الاسبوع الاول تمسك به عزي يشار الناس قالت عيمش بعد الهزيمة التانية وتمسكت به الإدارة والأستاذ عزي يشار بعد الهزيمة التالتة مفيش حد ما كتابش وقال ان مجدى عبدالعاطي عيمش ولكن عزي يشار راهنة بقوة على مجد عبد العاطي وجهازه الفني وبالفعل جاء الخير في المباراة الرابعة وكسب عزي أشار الرهان وتمسكه بواحد من أفضل المدربين الواعدين من وجهة نظري وأهد الموهوبين بقوة في عالم التدريب الكابتن المحترم مجد عبد العاطي والنهاردة ربنا كافئ مجد عبد العاطي على صبره لأن في الثلاث مباريات النتائج لا تؤبر عن سير المباريات الثلاثة والهزايم غير مستحقة بالمرة ولكن تأتي الرياح بما لا تجتهي السفنه النهاردة فرقه استطاع قدام مصر المقصة أن يستعيد توازنه ويقول أنه هو فرص رهان قوي بعناصر قوية من اللاعبين وبحي مجد عبد العاطي على فكره في إدارة الشوت التاني في ظل نقصان اللاعب والاعتماد على الكونتر التاك واستطاع أنه هو يطبقوا هو ولعبته عشرة على عشرة وتمكنوا من قتل المباراة في الديئة 80 تحية لمجد عبد العاطي والمباراة دي كانت تثبيت لمجد عبد العاطي لأن التعادل كان يعني رحيل ومش الهزيمة واللعب كثبت الرهان وهم وعدوا مجد عبد العاطي قبل المباراة أنهم يتفالوا لأنهم بيحبوا جدا وهو بيعملهم كأخوات ورجالة وصحاب وفعلا النهاردة قالوا له إحنا متمسكين بيك وبنهديك الفوز لأن الفوز ده يعني بقاء مجد عبد العاطي في فرقه مليون مبروك لعز يشار والمجد عبد العاطي ومليون تحية للإخوة المحترمين في فرقه واللي كل المن اكتهد وفعلا عمر جمال نجم المباراة مصر المقصة بقول للوى محمد عبد السلام ليس في الإمكان أبدع مما كان وإن شاء الله القادم أفضل اخترته تامر مصطفى مدرب واعد ومحترم جدا ووليد هودي بيساعد بقوة له كل التحية والاحترام وعايز أقول للوى بكر سليم إن شاء الله المدير التنفيذي إن شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي والمشوار طويل وإنتوا عاملين فرقة متوسط أعمار في بداية العشرينات وعا تكسبوا الرهان مع الوقت ولو عديتوا السنة دي لبر الأمان الفرقة دي عاي كلها شأن آخر نروح مباشرة للمباراة تانية أستاذ فاروق وسريعا بدون تفاصيل كتيرة خلينا نقول لايقات يا جماعة وإحنا بنتكلم في الدوري لغاية ما نكمل الألف اللايك والتلات تلف متابع لو سمحتوا لايقات ألا كد ما نقدر إلى المباراة السريعة المباراة التانية كانت على ملعبه من فيوتشر والفوز الكبير لنادي فيوتشر أربعة واحد طبعا أستر كمباني ده أول مباراة للكابتن علي عبد العال وده المباراة الرابعة لكابتن علي ماهر المباراة كانت رائعة جدا النهاردة او الأول هنقول التحكيم كان محمد الحنفي كان هو الحاكم النهاردة حاكم المباراة حاكم الساحة المباراة كانت في مجملها يعني تقريبا شبه سيطرة كاملة فيوتشر على المباراة فيوتشر من البداية ضغط فيوتشر في الديئة ستة أحرز أول هدف بس هو يا فروق هو ربنا فك عودة مروان محسن وبيئ مكرة أهداف من أول مساب الأهل إيه الموضوع والله يا عزيزي النصر تقريبا كده هو مروان يعني مش عارف الدنيا فتحت فتحت معه بقى بيسجل لا والنهاردة لعب كواس جدا ولعب المباراة التسعين ده ده من نجوم المباراة وعمل أسستات وجايب هدف والمطش اللي فات جايب هدف والبيليا لعبة معه معركات العالم أهل على الآخر هو تقريبا التشيرت بتاع النادي الأهلي كان تقيل عليه شوية فالحاسن التشيرتة خفيف فقدر يكلي بسرعة ويلعب برشاقة أمنية حسين بتتفع معاك بتقولك مشكلة مروان في الأهلي كان الضغط الجماهيري وكان عايز يدي كل حاجة وعلشان كده اجتهد مروان من اللعيبة المحترمة وليميني كل التقدير والاحترام وخلي بالك فعلا الضغط الجماهيري هو اللي عمل كده في مروان ولو هو كان بيرعب بارتياحية مروان لعب كبير وتظهر في فيوتشر والنهاردة جايب هدف ولعب التسئين دي أو متقلق وبصراعة يا جماعة في لعيبة بتيجي على كمية مدربين يعني النهاردة مش عايز أقول لكم علي ماغر مع فيوتشر بيعيد اكتشاف مجموعة كبيرة من اللاعبين بالضبط دا كنت رسا أقوله فعلا بالضبط كلام هدك مزبوط مية في المية النهاردة بعد في أول ست دقايق كرة عرضياص عبد الناصر خرجت بارة تمنتاشا من ناحية اليمين عمر كمال قبلها برجل واليمين في الزاوية البعيدة في المؤس الحارس بس وقف يتفرج عليها يعني أنا بتفرج على المبرمة توقعتش إنها رايحة في المرمة هدف ساروخه هدف عالمي جميل جدا من عمر كمال عبد الواحد بسجل هدف الأول في دياءة ستة علي ماغر كان الوقت على الخط قال اللاعبه اضغطه اللاعبه كمان اللاعبه فعلا في دياءة خمستاشر أحمد رفعت استلم كرة من ناحية الشمال ومر بيا بصورة أكتر من رائعة لعبها الجونسان قوة تمنتاشر اللي رجعها على خط التمنتاشر اللي غنم محمد يسدد ساروخ أرض في المؤسس الأرضي للحارس على يمينه برضو الحارس وقف يتفرج عليها الهدف التاني بعدها على طول علي ماغر برضو صمم اللاعبه وقال لهم نضغر خلي بالك في اللقبة دياء عايز أقول حاجة أنا شفت علي ماغر واللعبه بتحضنه وبتبوسه وفي لقطة الهدف الرابع الملعي اللي قبل الهدف الرابع الشرعي شفت لقطة بمليون جنيه الكابتن محمد عبد الكريم المدرب العاملة في يوتشر علي ماغر بيدحك من التيكتاك اللي اتعملت يعني جايبين الكورة كونتر أتاك هجمة مرتدة زي الكتاب ما بيقول من رجل الرجل لغاية ما دخلت الشبكة الهدف ده أنا زعلت عليه جدا أنه طلع التسلل اللي هو جابه المحترق التونسي الصفاقسي الصفاقسي يا جماعة الهدف ده لازم يتدرس وكان الكابتن علي مهر فرهان جدا دي كتاكا زي الكتاب ما بيقول بجد شفت الأقبر الكابتن محمد عبد الكريم وهو بيقول لهم اضغطوا اضغطوا الخامس والسادس تدل على أني فعلا الجهاز الفني اللي فيتشر في حتة تانية خالص وبالفعل ضغطوا وجابوا الرابع الشرعي وكانت المباراة رائعة ويا جماعة علي مهر ومحمد عبد الكريم والجهاز الفني مش أعادوا اكتشاف أعادوا الحياة لأحمد رفعت أحمد رفعت قبل علي مهر من أيام المصري كان شبه بقى الكورة أنا آسف لأحمد يعني إيه اللي عملوا علي مهر معاه إعجاز عملوا صبط زوايا وصبط صواميل وشحملوا الرقب وصبطنوا للرجلين مش معقول يعني يعني جد وبرافوا أحمد رفعت على أنه تحدى نفسه وسمع كلام مدربه وأنا بتفرج أكدأ استمتع بأحمد رفعت رائع 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 لأبعد الحدود فالهدف التالت فضل الشوط الأول أنا في أول تلت ساعة في ديئة 21 كان 3-0 وانتهى الشوط الأول 3-0 بالضبط انتهى الشوط الأول 3-0 بعدها على طول في ديئة في الشوط الثاني وفي ديئة 58 كرة جوى منطقة الجزاء الأحمد رفعت اللي حضرتك قلت على تيكي تاكا الهدف دا زعينت عليه جدا 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 أيوا أيوا والهدف دا والهدف دا في دحكة العلي ماهر ستظل تاريخية شفت انت اللي كان منسجم ومتكيف كأنه كان خروف ضاني وتمتع بيه علي ماهر دحك دحكة إعجاب بالتيكي تاكا بتاعت الهدف دا تسوي مليار جنيه ولكن الهدف اتلغى الهدف بقى هدف استرن كامباني اللي كان قربه مشوانا المبارفة ديئة تمانين غلطة من جنش شرط الكرة بره الثمانتاشر راحت اللعب محمد حسن هاتو خد مع صلاح عشور خد مكان كويس الثمانتاشر بانفراد ولعبها بشماله على شمال جنش الهدف الاول استرن كامباني استرن كامباني في الوقت دا في اخر ربق ساعة ضغط بدغط جديد جدا وفي ارشار اللعب على المرتبتات في ديئة اربعة وتسعين ايمن الصفاقسي يروح انفراد بحرس المرمى بيشوته الكرة تغبط فيه وترجع له تاني ولكن عشان ربنا حاب يكافئ احمد رفعت لان انا شايفه النهاردة احسن لأي اتم المباراة اتم المباراة بالزبط ربنا حاب يكافئه ايمن الصفاقسي العبر العرض لأحمد رفعت يسجل الهدف الديار ديئة اربعة وتسعين عشان ربنا يكافئه لانه فعلا نجم فوق العادة على ما يغير فيه تماما انا مش هتكلم اقصر من حباك قلته لان انا فاهم ان كنت محضر كلام لأحمد رفعت ولكن بعد الفوزة في يوتشر رفع رصيده لسبع نيكوات في المركز الرابع بعد فرق الاهداف عن فريق غزل المحلة انا عايز اقول بس اخر حاجة ان استر بن كامباني بعد الهزيمة دي يعد تالك اسوأ اسوأ بداية الفريق خلال 25 سنة دخل فيه حد دلوقتي في 3 ف4 مباريات 11 هدف وسجل فقط 3 هدف بحيي ادارة فيوتشر على التناغم اللي ظاهر في الملعب بحيي الكابتن احمد شوبير تحية خاصة نائب رئيس مجلس الادارة واللي حريص على متابعة كل المباراة شوبير حد تقيل يا جماعة لما انت تقول شوبير وقاعد في المقصورة شوبير ونائب رئيس مجلس الادارة شوبير يعني شيء له ثقل وله قيمة وله احترام مع كامل الاحترام لكل اللي عاملين في فيوتشر تحية لأحمد شوبير ومجلس الادارة بالكامل لان فعلا عاملين عظمة وعملين حاجة رائعة وتحية للمحترم النجم الكبير الكابتن علي ماهر ولكل جهاز والفني اللي انا مش عايز اقول اسامل ان علي ماهر واحد في كل والكل بيحشق علي ماهر علي ماهر مدرسة في التدريب قادمة بسرعة الصاروخ مليون مبروك البوم السابع والمركز الرابع عن جدارة واستحقاق والله يكون فعون على عبد العال والناس في الشرقية للدخان او يعني معاناة ما بعضها معاناة وكل ما اخشاه ان هذا الفريق يعمل اعلى رقم قياسي في الهزايم في تاريخ الدول المصري لان الاماشة صعبة جدا صعبة جدا والسجارة منفسة رسمي السجارة منفسة رسمي والله يكون فعون الناس مع كامل احترام بيحبوهم جدا ولكن يا جماعة الدخان كله ظاهر على اللعيبة والناس بقدرش تجريه كله منفس ومشحق وجاي بغاز المباراة التالتة قبل ما اطلع فيه سقطة بص صغيرة كده وزرد الناصر عايز اقول عليها اتحاد الكورة مبارح وهو ينزل حكام مباراة الشرقية للدخان وفيوتشر سقطة قدرة جدا كاتبين شرقية للدخان مش اسم كامبانيو كاتبين كوكاكولا مش عارف كوكاكولا مش فيوتشر ولا اشعار فيوتشر دي كارسة طبعا دي كارسة عن موقع الرسمي منزلين بدل فيوتشر اسم كوكاكولا اللي هو الاسم القديم قبل بالنادي كوكاكولا يدبع ويبقى اسمه فيوتشر باللوغو بتاعه باللوغو بتاعك وقل القديم طبعا في فيوتشر وفي لوغو جديد واتمنى من الكابتن احمد شبير ان يحقق في هذا الامر وان يخاطب اتحاد الكورة والموقع الرسمي اللي ده ايه وقلة ادب من الاخر يعني الشرقية للدخان ايه بتحق اسم دخان انا بتكلم تريقة يعني عاملين مصبتين منزلين كوكولا بشعار كوكولا عتلحب الشرقية للدخان بشعار الشرقية للدخان وكوكولا لا هي كوكولا ولا الشرقية للدخان هي الشرقية للدخان اللي بيلحب المسمى الجديد فيوتشر اللي بيقى بدل كوكولا بلوغو جديد مش موجود والشرقية للدخان اسمها استري كامبري بلوجو مش موجود يعني ناس في الغيبوبة وفي الخيال بشكرك على التأكيد على هذه السقطة وعيب جدا الموقع الرسمي يعمل كده ونبهدي هذه الواقعة للأستاذ أسامة اسماعيل المشرف على المركز الإعلامي والموقع في الاتحاد المصري لكرة القدم لأن الأستاذ أسامة اسماعيل اسم كبير ومحترم وأكيد لن يترك ذلك دون تحقيق المباراة اللي بعدها كانت سيراميكا كيلوباترا والبنك الأهلي يا سلام على دماش يا جماعة واحد صفقة دليل سنتكلم عليه كان على الساد الموين العرب وكان يزيعه للكابتن محمد الكواليني وكان للحاكم عبدالعزيز السيد مباراة كانت جميلة جدا مباراة كانت رائعة بس قبل ما اتكلم عن المباراة السادة عبدالناصر أنا عايز أوجه تحية للسادة المعطاس البلطة والحاكم محمد أبو العنين اللي السنة اللي فاتت نحن نوجه تحية للحق محمد أبو العنين وللمحترم صديق الجميل طارق بك أبو العنين المشرف على الكورة ونوجه تحية للمدير الكورة معتز البطاوي لأنهم لم يكابروا عندما قرروا عودة المحترم هيسم شعبان مرة أخرى وتقبلوا نصائحنا لما قلنا هيسم مدرب كبير ومش عيب أني أنا أجيبه لأنه ولدي وما ينفعش أن أنا سيب ولدي والحق محمد أبو العنين رئيس النادي اللي أنا بتنسيله كلمة في المؤتمر الصحفي الأول لتقديم نادي سيراميكا كيلو باترة لما قال نحن لا نعرف الفشل ودائما نراهن على النجاح مش عقول عقد الدوري ولكن عكون ضمن الكبار مش ناسي هذه الكلمات أبدا وقارئ أبو العنين اللي تحدى نفسه ورغم مشاغله وتواجده فترات طويلة خارج البلاد لظروف عمله الخاصة بصناعة السيراميك والكلام ده كله إلا أنه البصاماته في الفرقة واضحة وموفر استقرار وأمان غير طبيعي وأكبر دليل العقد اللي تعمل للمحترم هيسم شعبان لمدة موسمين ده كان بمثابة الانطلاق الأغيقية إنه كبر إبني ودله الثقة ويكسر الدنيا وهيسم شعبان إبن الهدية وأنا فعلا كنت محتاج هذه الدفعة ومع الجميل المحترم معتز البطاوي عملوا انطلاق رائعة وهذا الموسم يهلقون خارج السرب أربع مباريات بعشر نقاط والمركز الثالث عن قدارة واستحقاق وكمان إيا وأربع خمس لعيبة بيتكلم عنهم المنتخب محمد إبراهيم نجم مباراة النهاردة سراميكا والبنت الأهلي شادي حسين رقم 10 المتقلق بما أنه بتتكلم إنجليش بقى الطلاقة 10 والديني عشرة أديك 10 على طول وكمان عامر 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 بلافق عليك يا فاروق النهاردة بيتكلم عنه الكابتن عصام الحضري والكابتن ضياء السيد بيقول إن كروش بيتابع محمد إبراهيم هم أجبي جدا وكمان إيا تناغم يعني حتى الفترة اللي ضاغط فيها البنك الأهلي كنت على ثقة إن لدغت هيسم شعبان لن ترحم أبدا أيا كان خالد جلال بالضبط النهاردة الصناعية كانت رايعة جدا من محمد إبراهيم وشادي حسين يمكن ديل ترجمة الهدف هاتو خود قال شادي حسين دي لعبة خبطت في المدفع وخدمة محمد إبراهيم ولكن لعب بعد إذنك يا فاروق بعد إذنك معايك يا سيدي معايك ما خدمتش يا ما خدمتش محمد إبراهيم في إعادة سن جدمت محمد إبراهيم سبق للكورة أنا مش بتكلم على ك elastic محمد إبراهيم أنا بتكلم على الحد بس witches حسين جي العبها لمحمد إبراهيم لكن محمد إبراهيم لعبها بروعة جدا وبمهارة عالية جدا وهدف جميل جدا من الأحداث الجميلة للأسبوع النهاردة عامر عامر زعب المصر أنقص جنين من موسى دي وارف ديها 27 وتزديد وفرقوا في نتيجة المباراة لأن الوقت دا كان البنك راكب وبعد يوم السيراميكا جاب الهدف خلي بالك سيراميكا كيلو بوترة 8 نقاط دلوقتي 8 نقاط يا جماعة من فم الأسد في أربع مباريات يعني أنت بتتكلم في حدوثة تانية خالص يعني أنت بتتكلم أفوزين بستة وتعدلين والتالت في الأسبوع الرابع وطموح كبير يا هيسم يا شعبان وأنا كل ثقة فيك ودايما بتكلم عنك وسقتي فيك ليس لا حدود أنا بطبيعة بحب فرقة سيراميكا جدا وبتكلم عنها من قلبي لأن أنا بستمتع مفيش مطش بيفوتني يا جماعة مفيش مطش بيفوتني فرقة دخلة مزاجي جدا وبعتبر مباراة البنك الأهلي هي أول اختبار عقيقي لأن المطش ده الفرقتين كانوا ضرب نار يا فاروق بالضبط لما تعرف البنك الأهلي أصلا ما تهزمش غير من نادي الأهلي بس كسب لإسماعيلي وكسب المطش اللي بعديه إنبي النهاردة لما يتغلب من سيراميكا لا سيراميكا عمل أداء عالي جدا ومباراة عالية جدا لمنك الأهلي على فكرة سنادي عالي قوي يعني مش بالسهل إن أي حد يكسبه لما انت شفت حباك مطش نادي الأهلي نادي الأهلي كسبه يعني بالعافية بكورة محمد شريف لسه بدري يا طلعت يا سلامة فعلا طلعت سريم لسه بدري زي ما أنت بتقول ولكن البشاير بتبان وخلي بالك الدوري ده شرس يا طلعت اللي بيصيد نقطة النهاردة كابتن هاسم شعبان بعض المباراة انت هو تصريح لطلع بيقول الحمد لله على الفوز أهم حق باهدي التلات نقاط دول ودي لفتة ممتازة منه يعني لفتة محترمة منه لمدرب حراس مرمى بنهديه لتلات نقاط دول اللي هو مدرب الحراس لكابتن مصطفى عفيفي لأنه مصد فيروس كورونا محضرش معنا النهاردة طلب أهديه لتلات نقاط ألف سلامة يا كابتن مصطفى وربنا يرجعك بالسلامة لأهلك وتكون نعمل مدرب لعمر عامر وترجع لأولادك ولناديك زي الفل إن شاء الله إن شاء الله وقال المراكلة صعبة وإحنا كنا ند قوي مشكرا لعيب على الأداء الرجولي والروح العالية قدام فرق فريق مش سهل زي البنك الأهلي والحمد لله وصلنا إلى نوصة 8 ومشيين في الطريق السليم مليون مبروك للحق محمد أبو العنين وطارق أبو العنين والجهاز الفني بقيادة هيسم شعبان والجهاز الإداري بقيادة معتز البطاوي وإنهم فريق منصهر في واحد وعندهم إنكار ذات غير طبيعي ولا يعرفون إلا النجاح تعظيم سلام لسيراميكا ودايما متأونا وأنا بنام فرحان وانتوا فيزين أرجوكم حفظوا على فرحتي في كل يوم بتلعبوا تذكروا إن أنا أعيز أفرح أرجوكم سيراميكا كيلوغتر المباراة اللي بعديها مباراة الاتحاد والجونة ويمكن دي أنا عايز بس الحكم النهاردة نادر أمر الدولة حكم ده رائع جدا خلي بقى قبل ما نسيب مباراة سيراميكا نسيت تقول لي من الحكم أه الحكم كان مباراة سيراميكا كيلوغتر الحكم عبد العزي السيد أنا قلته في الأول عبد العزي السيد تمام تمام مباراة الاتحاد والجونة كانت طبعا أستاذ اسكندرية وكان نادر أمر الدولة هو الحكم الحكم ده كان رائع جدا النهاردة صعب الناصر قرارات صعبة خدها بامتياز هو وحكام الفار لكن الحكام الفار النهار ده برضو أنا عايز أحييهم الكابتن مصطفى عثمان والكابتن عمر الشهناوي النهاردة يعني بصراحة وفي قلب السادة اسكندرية وفي حضور جماهير قادروا المباراة بصورة رائعة جدا والمباراة تتخشنة شوية فيها عنفة الأول التكتيد كان غالب عليها في الشروط الأولاني منتمنى الشفاء للأي واقل اللي في الديئة 17 إصابة جديدة جدا وكان مثل كروجدته خرج من الملعب على المستشفى وبيقولوا الإصابة كبيرة جدا ولسه ما أعلنوش عنها فانتمنى يا رب بسلامة للأي وبنتابع وليس لدينا أي أخبار جديدة بخصوص الإصابة ولكن خير إن شاء الله بالضبط الشروط الأولاني كله هو مجمله ما كانت تكتيك أكتر من إنه فني وكرة واحدة بس بتاعت معازل حناول خبطت في العرضة ورجعت لإسلام طار لكن الشروط التاني كان الشروط كان مختلف تماما التحاد ضغط من بداية المباراة لعب من بداية الشروط التاني ضغط بصورة قوية جدا عشان نجيب الهدف كان هو الأخطر وطبعا الهدف بتاع الاتحاد الهدف الفورقي الهدف العالمي اللي أنا شايفه أحسن هدف في الدولة حتى الآن رفع من ناحية اليمين بيقابلها خالد الغندور مقصية في الزاوية البعيدة ساروخ لا يصد ولا يرد بفكرنا بهدف كابتل حسار حسن جابه في بداية الألفنات مع الزمالك وجابه قبل كده مع منتخب مصر في السعودية هدف مفيش أحلى من كده لخالد الغندور تقدم به لنادي الاتحاد 1-0 ولكن قبل الهدف على طولها عبد الناصر مفيش خمس دقيق ضربة جزاء وخطأ فادح لمحمد عبد المنصف كرة من العربة بالعرض أخطأ الكرة ضرب إسلام عبد النعيم بس عود خطأ وصد ضربة الجزاء بالزبط عود الخطأ وصد ضربة الجزاء براوعة لستدادها نور السيد أنا شايفها كانت ضعيفة صدها وأنقذ الاتحاد من هدف تقدم بعضية الاتحاد بصورة كبيرة جدا وصورة قوية جدا لحد يعني لغاية ما أحرز الهدف العالمي اللي أنا شايف إن ده أفضل هدف في الدوري إلى الآن هدف من الهدف اللي ما بنتشفهاش غير في الدوري هدف عالمي وشوفنا لقطة التحدي للكابتل إبراهيم حسن بعد الهدف وهو بيعمل كده لقطة التحدي يعني إحنا قادرين يا رجالة والنهاردة مطش جامد جدا ويجونة كان علي جدا وعندهم كرة في العرض ملهاش حل وعايز أقول على حاجة مباراة إيلة وتتعسب للكابتل عساب أسن جدا وده انعكاس طبيعي على الاستقرار اللي عامله الحج محمد مصرقي لأن النهاردة قبل المباراة دي الحج محمد مصرقي مجدد لكل اللعيبة اللي يوعدهم بتنتهي وعامل حالة من الاستقرار غير طبيعية وانا زي ما بقول العمدة اللي دايما بيدادي على أولاده والعمدة الراجل الكبير مقام اللي بيحضن فرقة الكورة اللي هي المراية بتاعة سيد البلد استقرار روعة امكانيات مجموعة من اللعيبة جمدة مدير فني عالمي اسمه بابان حسام عسل المحترم إبراهيم عسل مدير كورة جهاز فني متلاغم جمهور عظيم فرقة الناس كلها بتحبها أين كانت انتماءتها اسكندرية عروس الدنيا كلها سيد البلد سيد اسكندرية كلها الاتحاد العظيم زعيم الصغر لازم تشوف هدف بما يليق بالاتحاد عشر كده كان الهدف نتاج شغل من الإدارة وشغل من الجهاز الفني وروعة وفرحة للجماهير ولا فرحان لسيد البلد وفرحان للاتحاد وفرحان لمحمد مصالقي وسائل جدا بحسام حسن المدرب الواحد لمنتخبنا في المستقبل رغم أن في أي حد إن شاء الله إن شاء الله النهاردة كابتن براير حسن بس كان في لقطة هي كانت غريبة مش واضح إيه اللي حصل كابتن حسن بتكلم مع الحاكم أمر ندر الدولة ندر أمر الدولة فبيكلم صورة عادية جدا الكابتن برايرم لقى إنها جاي من وراء طبعا التامرة جاي من وراء مش مبين هو بيقول إيه بس شكله كان متعصد فالحاكم طلع له إنذار وهو متعصد بعد اللقطة دي لكن ما كانش فيها حاجة الكابتن رداش حدا بعد المباراة يدوب جملتين إحنا خسرنا بسوق التوفيق صارت إصابة لأي واقل أصارت على اللعيبة ترب الجزاء بايعناها بنعمل أشاعة وإن شاء الله هنتطمن على لأي واقل وهنتطمن للناس طبعا بعديها كابتن برايرم حسن له تصريحات قوية جدا وصدر عبدالناصر شوف أنت رسا تتكلم عن المنتخب هو ما تكلمش غير في الجزئية دي في ثلاث نقطة بالزبط قال صعب إن إحنا بيقول الأول الأداء مع كيروش هو فيني الأداء إحنا ما كنا سيبنا حسام البدري يكمل كيروش قاعد مع من والجزئة وفنجادة وقالوا لي اتبح لهم القطة بدري بادي وهو جاي بيعمل الكلام ده معانا وبيعمل الناس بطلقة مش كويسة وبعدين رمى لغز بس أنا عرفته هو مين واشوف حضرتك توفقني ولا لا بيقول لعب كنا مربينه على حجرنا كان مسؤول في التحاد وقف قصادمه عشان ما نمسكش منتخب مصر وإحنا اللي لعبنا في المصري ولعب بعد كده في الإسماعيلي وبعد كده رجعناه رجع لأهلي محمد فضل طبعا أنا بالزبط كده أنا قلت هو ما فيش غيره أفضل محمد فضل هو وقف في طريقهم بقوة وفي المرة التانية هانا بريدة تحدى وجودهم بقوة في المرة الأولى جاء حسام البدري بعد ما فضل حارب بقوة حتى لا يأتي حسام أسن لدرجة أنه فضل كان متمني هبجلات دي كانت كرسة من الكوارث وبعد كده في المرة التانية اللي جاء فيها كروش هانا بريدة كان هالفط لك بالتلاتة حسام ما يدخلش الاتحاد ولكن هيدخل غصبا عنهم إن شاء الله بإذن الله رغم أنف هؤلاء بشكرك شكرا جزيلا ولو سمحت على تواصل معاك نعرف إصابة له أي عادل وتواصل مع الناس في الجونة وعندما تصل إليك معلومات كأن نقوم من الناس طب ممكن بس أقول حكام مباريات بكرة ومواعدة والمعلقين النهاردة النهاردة الجمعة النهاردة الجمعة يا جماعة عندنا خمس مباريات النهاردة الجمعة عندنا خمس مباريات تفضل أو ستفروا النهاردة إن شاء الله بإذن الله على أستاذ جهاز الرياضة العسكري مباراة طريقة الجيش وغازل المحلة والحكم محمود عشور ساعة ثلاثة برضو على أستاذ الجيش بغرج العرب المصري ودراميز وهيحكمها أمين عمر وأنا شاف الاختيار ده صعب شوية يعني لأن كان مفروض يبقى أحسن من كده لكن لا لا أمين إن شاء الله ربنا يوفقه حتى وأن كان عنده درب في اللفات لكن ربنا يوفقه المباراة صعبة وإن شاء الله بإذن الله يعمل مباراة كويتة مباراة بكرة تاني الساعة خمسة هيبقى فيه مباراتين الإسماعيلي والزمالك على أستاذ السماعيلية وديها يحكمها الحكم محمود البنة وهيبقى المعلق عليها حاتم بطيشة أون تايم سبورت واحد بيترو سبورت في نفس المعاد أمبي واسموحة خمسة ونص لحكم محمد معروف بالليل خبسك الختم إن شاء الله على أستاذ السلام النالي الأهلي والمؤولين العرب وحكم الساحة يكون أحمد الغندور وهنا برضو فيه نقطة جمهور الأهلي مستقبل الاختيار دا ويقول لك أحمد الغندور هو كان حكم البنة في مبارات القمة اللي حسب دربة جزائي الجزيري اللي مش عارف فيه بعض الكلام على السوشيال ميديا إن هم جمهور الأهلي يعني مش عاك بقول الاختيار دا المبارات تبقى الساعة 8 والتعليق يبقى للكابتن محمد الكواليني بأمر الله بكرا إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا وأكيد عن استمتع مع محمد الكواليني بكرا يا جماعة عندنا مباريات من العيار السقيل تبدأ من الثالثة مباريات من العيار السقيل الساعة الثلاثة عندنا مطشين ولا مطش واحدة فاروق اثنين مطشين آه عندنا مطشين مطشين الساعة الثلاثة ومطشين الساعة خمسة ونص طيب مطشين ثلاثة يا ترى هتتفرجوا على مين مين ومين 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 المصر يوبراميدز المصر يوبراميدز طبعا آه برامجز وفوز غزل المحلة اه المحلة نتوقع برضو نفوز طبعا الخمسة ونص الامبي واسموحة والزمالك والاسماعيل امبي واسموحة هيكون مطش من العير السقيل والزمالك والاسماعيل مطش من العير السقيل وانا اتا محمود البنة ده ممتاز جدا يا عبد الناصر اللي ماتش الاسماعيل والزمالك أنا متوقع تعادل الزمالك والاسماعيلي وفوز امبي مباراة الاهلي طبعا والمقاولين هتبقى ده اخر المباراة واللي حكم احمد غندوري الساعة 8 على سادي السلام أنا متوقع فوز الاهلي 3-0 على المقاولين مشو الله بازن الله شكرا على هذه الاطلالة في الدور المصري اللي اعتقد انها تأجب المغتربين جدا وخدمة نقدمها مع كل المباريات شكرا يا سيد فاروق وشكرا لكم في غرفة الاعداد شكرا جزيلا على هذا التقرير الوافي شكرا جزيلا ويريد في سوشيال ميديا نقطع كل مباراة وحديها ومباريات الجمعة تتقطع وحديها لمزيد من الخدمة للمغتربين وللي عايز يعرف كل حاجة اول باول معالة والمصريين لحاجة الحاجة لك يا سيد عبد الناصر ولكل السادة المشاهدين ومراحذات فأي سؤال تاني أو أي سلسار ان شاء الله شكرا جزيلا ومعاك في السهرة لو فيه اي جديد لو سمحت شكرا جزيلا